شارك وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زيد بن راشد الزياني في فعالية تدشين برنامج مصالع المستقبل جاء ذلك بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية رياض حيث أشهد سعادة الوزير بأهداف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والدور التنموي لمثل هذه البرامج الطموحة والمتميزة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي بشكل عام ويأتي تدشين برنامج مصانع المستقبل التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ضمن مساعيها الهادفة إلى تطوير المصانع من الصورة التقليدية إلى الرقمية مما يرفع من تنافسية الصناعة الوطنية هذا بالإضافة إلى تصميم المصانع الجديدة وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج وتحويل المصانع القائمة إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التمييز التشغيلي والتقنيات المتقدمة